السلام عليكم يا شباب وأهلا بكم في الحلقة الأولى من كورس أساسيات العمل المصرفي في الحلقة ديت احنا هنتكلم عن البنك المركزي وعن السياسات النقدية وفي البداية هنقول ايه هي أنواع البنوك بشكل كده مختصف بس قبل ما نبدأ خلينا نقول احنا بنعمل كورس ده ليه سوف نعمل كورس ده للناس اللي عايزة تشتغل في البنوك و او الناس اللي شغالة في البنوك وعايزة تطور معلومات البنكية اللي عندها او الناس اللي هي لسه في دخل الجامعة جديد فعايزة ترسم خريطة للمستقبل بتاعه احنا هنمشي في الكورس ده على اساس معين هدفنا منه ان احنا في الاخرى تبقى قادر ان انت هندا معايزة تقويس او تحلل البيئة القصادية وتحديدا السكتور البنكينج اللي موجود حولنا وهدفنا ان احنا احنا نوفر عليك وقت و التكلفة المادية بتاع الكورس كورس اسايا المصرفي موجود في معاهدي المصرفي المصري تدوروا التخب Kumud هناك لو عندكم الفورصة دية وهي موجود بردو البانكينج وبرشر في الجامعة الأمريكية بردو من الكورسات المفيدة جدا في الكتاع المصرفي بالإضافة الكورسات متخصصة تانية كتير للناس اللي شجالة في البنك تقدر تاخدها في المعهد المصرفي المصر خلونا نبدأ عشان ما نطولش عليكم زي ما قلنا حلقتنا النهاردة عن البنك المركزي عن البنوك المركزية بس خلينا في الأول نقول ايه هي أنواع البنوك في تصنفات كتيرة للبنوك بس احنا هناخد التصنيف بتاع الخدمات اللي هما بيقدمون فبنانا على التصنيف بتاع ايه هما اللي البنوك بتقدم ايه هيبقى عندنا اربع انواع من البنوك اولهم اولهم البنك المركزي وده اللي احنا عايزين نشتغل عليه العمدة بتاع البنوك يعني ايه بنك مركزي ايه الأدوار اللي بيقوم بيها في الاقصاد بشكل عام هنتكلم عن ده بس خلينا الاول نقول ايه بنوك تجارية ايه بنوك استثمارية ايه بنوك متخصصة البنوك التجارية هو البنك الوسطى في النص ما بين حد معاه فلوس ما بين حد ايه محتاج فلوس يعني ايه يعني مثلا انا معاه فلوس معاه مي الجنيه زيادة عن حكتي وانت معاك مي الجنيه هو فلان معا مي الجنيه وهاكذا وهاكذا فالبنك التجارية ده جمع الف جنيه لقى شركة محتاجة كارد ب الف جنيه فهو بيدينا فايدة علشان يأخذ مننا المي الجنيه ما قول يأكل مثلا عشر في المائة فمن المفترض لما يجي يدي ال الف جنيه ديت للشركة اللي محتاجها هيدهالها بفايدة ايه اعلى من اللي هو بيدهالها ليه عشان يكسب هو في النص اوكي هو ده البنك التجاري البنك اللي سيسماري هو بنك بيقدم خدمات لي الشركات مثلا العيدة تدرك في البورصة وما الى ذلك البنوك المتخصصة اللي هي اشكال كتير مثلا بنك التنمية العقارية بنك تنمية الصادرات بنك الزراعي وما الى ذلك البنك المركزي وده اساس محضرتنا النهاردة البنك المركزي زي ما قلنا ليه تسميات كتيره بنك البنوك بنك الحكومة ومع ان فيه تحفظ عن موضوع بنك الحكومة لان الاستقرولية بيتشيء اساسي في ادوار البنك المركزي بس انا بحب اسميه العمدة يعني ايه عمدة يعني مسؤول عن ان هو يرائب على البنوك اللي تحته وليه تأثير في اللاكساكة كله اوه عمد تمام لا ممكن يبقى بنك المركزي لعدة دول زي ما قلنا البنك المركزي ليه تأثيرين ماكرو وميكرو بيأثر على الاقصاد ككل وتأثيره بيتجه لكل الاقصاد وليه برضه تأثير جزئي في مجال السوق بتاعه السوق بتاع البنك المركزي ايه وليه كده معي تأثير البنك المركزي ايه هو بيأثر في كله يعني بيأثر في في البنوك اللي هي شغلة ايه تحته ومش بس فهو بيأثر مش بس في الاقصاد كله كمان بيأثر في القطاع بتاعه وعملاء البنك المركزي هما باقيات البنوك اللي موجودة في الاقصادrik ماصر او في الاقصاد ككل طب تب بيأثر في ال..آتنين دول ازاي في ادى موجوده في ايد في البنك المركز الى ما النجار كده بيحتاج شكوش البنك المركزي بيحتاج اداة في ايده اسمها السياسة النقدية خلينا نعرف فالأول عن إيه سياسة نقدية هي مجموعة الادوات النقدية التي يسخدمها البنك المركزي للتأثير على النشاط الاقصادية كان زمان اللي بيحصل البنك المركزي عايز يعلق أسعار الفايدة في السوق خلاص يقول للبنوك لما تيجي تدي اعتمال تديب 20% تديب 15% تديب 10% تديب 8% قرار مباشر كان ده كان حاجة اسمها لأدوات المباشرة وده كان زمان للوقتي لا العمدة مع أدوات معينة بيأثر بيها بشكل غير مباشر تعال نشوف إيه الأدوات دي أدوات السياسة إنه الأدية أول حاجة لونز توبانكس اند ديسكاوند ويندون أو بشكل مختصر شباك الخاص ستخلينا نقول في الأول عشان نعرف يعني إيه شباك خاص إيه هو خصم الأوراق التجرية خصم الأوراق التجرية أنا مثلا تجر عندي كمبيالة عايز الكمبيالة ديت أجالها لسه مجيش أجالها يعني معاد استحقاقها إنه ناخد الفلود بتاعتي اللي هي بتضمنها مركين بيالة ديت فأعمل إيه أروح على البنك اللي هي بتعامل معاه أقول له اخسم لي الورقة دي يعني اخسمها لي يعني مثلا الورقة بمين جنيه فالبنك المركز ياخد نسبة معينة في مقابل أنه هو يديني بقية الفلود يعني مثلا هو كان آيلا أنا هخسمها بعشرة في المائة مثلا فأروح هو أخد عشرة جنيه وميدينا أنا إيه تسعين جنيه والورقة تبدل عنده معاد استحاقها وبعد كده هو يقوم بإيه بتحصلها طب البنك اللي خاد مني الورقة دي احتاج فلوس هروح عمل إيه هروح واخد الأوراق التجارية اللي عنده دي اللي مجمعها وخاصمها وخاصمها عند البنك المركزي فالبنك المركزي يقول للورقة دي مثلا بمية هتديك إيه عليها 95 انت خد 95 وأنا يبقى لي كده إيه يبقى البنك خد 5% طب إزاي البنك يقصر بالأداة دي على اللوكتوك ككل بشكل بسط لما البنك يرفع سعر الخاص يعني يرفع سعر الخاص يعني بدل ما أقول لك أنا هاخد 5% بس لأنا هاخد 10% فإيه اللي هيحصل في الوقت ده كده البنك المركزي هيمنح البنك اللي جاي يخصم عنده الأوراق كرود أقل بضمان الكنبياء دي فيحصل إيه لما المعروض من النقود في السوق يقل أسعار الفايدة تزيد يحصل إيه لما أسعار الفايدة تزيد هيبدأ السوق ينكمش يعني إيه ينكمش يعني الناس اللي هتاخد كرود هتقل من اللوجيك أنت جاي تقول لي هتاخد كاردو بـ 25% كم واحد هيقبل لأنه هاخد كاردو بـ 25% عدد أقل فيحصل إيه اللوكسات ككل يبقى اقصاد انكماشي يعمل اللوكساد انكماشي يقل المعدلات التضخم ومعدلات التوظيف برضو تقل للأسف يبقى اداء شباك الخاص اول اداء في اداء تاني حاجة زون الخزانة خلينا نقول في الاول ما الفرام بين زون الخزانة و سندات الحكومية زون الخزانة بتبقى قصيرة الأجل السندات بتبقى طويلة الأجل بكل بساطة طب ازاي البنك المعكزي يقصر بالسياسة النقدية بأداة زون الخزانة تعالوا ناخدها ستب باي ستب زي ما عملنا مع المرور اللي فاتت زون الخزانة يعني يعني البنك هيسحب السيولة من السوق بنك المعكزي هيسحب الفلوس من السوق هيحصل ايه لما البنك يسحب السيولة من السوق يعني الفلوس هتقل في السوق هيبقى المؤسسات الملاي على منح كروت هتقل فإيه اللي يحصل لأسعار الفايدة فتزيد أسعار الفايدة يحصل ايه لما أسعار الفايدة تزيد يحصل ان نفس اللي حصل المرة اللي فاتت ان الناس اللي مستعد انها تاخد كروت هتقل فالاقتصاد هيبقى انقتصاد انكماش فمعدلات التضخم هتقل في فمعدلات برضو التوظيف للأسف هتقل طب البنك عايز يعكس العملية دي هيعمل حاجة اسمها اعادة بيئة لأزون الخزان يعني قبل ما يجي معادة سيعمل اعادة ضخ لها تاني في السوق تمام نيجي عند اخر سياسة وهي من اهم السياسات سياسة الاحتياط النقري اللي كان لسه سمعنا خبر من اسبوعين تقريبا او من شهر تحديدا شهر بالزبط شهر واسبوع عن رفع سعر الاحتياط النقدي من 10% ل14% في خط واحد فنحن لازم نفهم يعني ايه اللي بيدور حوالينا في الايه في السوق الاحتياط النقدي ده عبارة عن العمدة يقول لك ايه انت اي جنيه هيتحط عندك كوديعة او كشهادة الدخار انا هاخد منه 10% ليه عشان يقوم بادوار تانية فلازم ياخد الاحتياط دوت عشان ضمنيا كمان بيحمي كل المدعين فالعمدة قلل الاحتياطي بس خلونا نفرر بين نوعين من الاحتياطي حاجة اسمها احتياط النقدي والاحتياطات الاستراتيجية زي الدهب زي الدولار زي 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 حاجات تانية احنا الوقت بنتكلم عن ايه عن الاحتياطي النقدي الاحتياط النقدي ده هو ايه هو النسبة اللي بياخدها البنك المركزي عن جميع الودائع في البنوك تعام في مشكلة فيش مشكلة فلو البنك المركزي قلل الاحتياطي ايه اللي هيحصل انت كده بتقول البنك انت لو عندك من جنيه انا هاخد منها مثلا تمانية في المية فيبقى البنك قدام انه هو يستثمر كام اتنين وتسعين في المية من المية من المية جنيه يعني اتنين وتسعين جنيه فيبقى قدرته على المنح للكروض ايه تزيد لما قدرته على منح ان القوء الكروض تزيد اسعار الفايدة تقل فالناس اللي تبقى مستعدة انها تاخد الكروض هتزيد فيحصل في السوق ايه سيبقى سوق توسعي فمعدلات التضخم تزيد ومعدلات التوزيخ تزيد في نفس الوقت طب لو العكس زي ما البنك المركزي عمل من النشاء رفع اسعار الاحتياطي من 10% ل14% قلل بالخطوة دي قدرت البنوك على منح الكروض فلما البنك قدرته على منح الكروض اللي يحصل يحصل ان معدلات اسعار الفايدة تزيد لان الناس المستعدة تاخد الكروض في الوقت ده هتقل فالمعدلات التضخم تقل فمعدلات التوزيخ تقل البنك المركزي خد الخطوة دي لانه هو مستهدف انه هو يقلل من ايه معدلات التضخم في السوق المصري اللي وصلت ل33% في المرحلة اللي فاتت تمام احنا كده نقصنا حاجة واحدة فس في الستيشن ده اقتصارة البنك المركزي احنا عندنا حاجة اسمع قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 هو اللي بيحدد اخصصات البنك المركزي وبيحددها في حوالي 8 نقط اهمهم واحد اصدار الابراء النقد يعني هو اللي بيصدر البنك نوت اللي في قدينا ادارة السيولة النقدية عن طريق الادوات اللي احنا كنا بنتكلم عنها التأثير في الاعتمال المالي برضو عن طريق الادوات السياسة النقدية الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي ادارة الاحتياطي الدولة من الزهب والنقد والاجنبي دوت احتياطي ايه احتياطي استراتيجي مش احتياطي ايه نقد اللي احنا كنا بنتكلم فيه 6 تنظيم وادارة سوق الصرف الاجنبي ديت من الحاجات اللي لسه متضافة في تعديلات 2016 7 الاشراف على نظام المدفعات القومية 8 حصر متابعة المديونية الخارجية مطلوب من نقو عشان تبقى الصورة واضحة ان انتوا تعملوا تعملوا بحث عن تقولوا لي ايه هي السياسة المالية في 3 حاجات تعرفها ادواتها تأثير تلك الادوات وبعد كده في قانون حاجة اسمها قانون الجديد للبنك المركزي بيتم دراسة دلوقتي تقدروا توصلوه لعنة تقدروا تعرفوا ايه الاختلافات ما بين القانون الجديد والقانون القديم وايه هستنى اكتبعتهم اللي على الايميل بتاعي اللي هو ده على الايميل اللي هو ده في اي وقت او من خلال فيسبوك وديه القناة يوتيوب عشان تتابعوا بقية الحلقات ولينكد ان لو في حد عنده ايه بعرض واستشارات او عايز يتابعنا على لينكد ان احنا مصادرنا في الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه material course السياة العمل المصرفي course banking operation الجانعة المريكية قانون البنك المركزي investo موقع investo video ده من افضل مواقع اللي هي علاقة بالجزء المال ان شاء الله نشوفكم في الحلقة اللي جاية يوم الخميس اللي جاي بازن الله وحلقة انواع الحسابات المصرفية وانواع الشيكات شكرا لكم على متابعة الحلقة واشوفكم ان شاء الله في الحلقة اللي جاي